احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مقدمة كده عن صناعة الصول. مقدمة بسيطة يا بس عشان تدينا قشرة ونبذة عن الصناعة لفسها. هنتكلم الاول عن حالة الصول مصري. بعد كده عن عن عز ستيل. وطرق صناعة الستيل والارن ميكينج وهي اللي هنهي بيه الستيل ميكينج. الاول انا ما هتكوش بنفسي. انا اسمي عليك كوشهاوي. انا خريج بطرقة عادين دهت 2009. بعد ما اتخربت اشتغلت بحديد ايز. بعدي عشر سنين في عيز. حاليا انا عن مزير الانتاج في مصنع الخزاء المباشر. هنعرف يعني خزاء المباشر بعد شوية. ده في العين السخنة. اه ومعي ماجستير اه في ادارة الاعمال. اه مصدر من سلس كنورستي. هنبدأ بعد الوقتي عن احنا عندنا فيه ثلاث انواع من المصانع. هي المصانع المتكملة او الانتجريت. هي زي عز ستيل وبشاي وسيوز ستيل. زي ايجبشان ستيل ودلتا ستيل. والجرحي والكومي. المقصوب بالمصانع المتكملة اللي هي وقت ده. اللي صناعة كلها. السيكل كلها من الاول الاخر. من الاول الارن اور. الى ان انا بستلم ايرن اور. بسلمه منتج نهائي. ايزر ريبارز. لو حديد تسليح. او رولد كويلز. او رولد كويلز. او اللي هو. السيمي انتجريت. فهو بياخد. يعني اما دي ار اي. وسكراب. يحولهم الى منتج نهائي. الرولنج ميلز. فهو بياخد. او اللي هو. الاعدام بتاعت الصلب. يدار فلها يطلع منها الايه. المنتج النهائي. اللي هو السياخ التسليح. ده ما يكون مسؤولة عن 15% اللي هو دولنج ميل. من الصناعة. الانتجريت. اجتني انتجريت حوالي 50% اما الانتجريت بياخد الايه. العملية كلها 85%. فعندنا عز ستيل. الشيخ بتاعها حوالي 44%. بشاي 10%. السوس للصلب 9. حدير مصريين 9. الجرحي 9. والباقيين 18%. والاستيراد حوالي 1%. حاليا السوس المصري بيواجه نقص في الطلب. ده نتيجة الاجزاء منها الـ انها هي مواضيع الهدم ومواضيع وقف البنى. ده يتمقلل الطلب على الصلب المحلي. السعر السعر العالي بتاع الستيل. حاليا المطلوب من الـ بتاع الستيل حوالي 7.4 مليون طن. عندنا طاقات موجودة في مصر حوالي 14.2 مليون طن. ده انتاجية السنين كلها من 2011. هنلاقي احنا في 2019 الانتاج كله والاستهلاك حوالي 7.3 مليون طن. والاستيراد حوالي 87.000 طن. منتج مشتول. عشان كده نلاقي ان احنا الكباستيزة 14 مليون. والاستيراد فعليا داخل مصر والاستيراد داخل السوق حوالي 7.5 مليون. فالديمان ده حوالي 52% من الكباستي اللي موجودة. حاجة الثانية ان السوق برا الخارجي. طيب احنا ما بنصدرش ليه يعني ما كملش الـ الـ 14 مليون طن ليه هو أصدر الباقي. ده ان الدول اللي برا عملت حاجة اسمها رسوم حماية. يعني ايه رسوم حماية؟ رسوم حماية على الواردات بحيث انه هو هيجي لي صلبه من برا يدفع عليه ايه؟ رسوم حماية. احنا مصر طبيعت رسوم حماية ده في آخر 2019. لو بصين هنا في السلايد ده تنلاقي رسوم الحماية المتطبقة مثلا في امريكا حوالي 25%. 25% اضافة على سعر المنتج. كندا نفس الكلام. الاتحاد الاوروبي نفس الكلام. تركيا نفس الكلام. الجي سي سي من 25 إلى 31. فاخد بالك هتلاقوا المعالم كله بيبتر يتجه نحو الرسوم الحماية علشان يحمي الصناعة الوطنية. تمام؟ فده من الأسباب الرئيسية ان احنا ما نقدرش نصدر المنتج علشان فيه موضوع رسوم الحماية. المنتج اللي احنا نقدر نصدره هو منتج الفلات. ان هو ده منتج على الجودة ومش كل البلاد بتقدر ايه تنتجه. صناعة بتاعة الصلب دوت ايه؟ على مستوى العالم صناعة الصلب بيشتغل فيها اكتر من حوالي 96 مليون وظيفة. بتوفر في ناحية الاكنوميت حوالي 2.9 من 10 تريليون دولار. لحوالي 3.8 من 10 من الجلوبال جي دي بي. ان هو الناتج القومي العالمي. حد عنده اسئلة في الجزء اللي فات؟ هي رسوم الحماية اللي بتفرضها الدول. بتبقى على كل المنتجات بتاعت الاستيل فلات صلبه كده؟ ولا بتبقى على منتجات معينة بس؟ لا مش كل الدول بتفرض رسوم الحماية على كل الانواع. اغلبية رسوم الحماية بتبقى اما على البلد او على الريبار. زي ما كنت بقول لكم اغلبية رسوم الحماية على المنتج النهائي. اللي هو الريبار. ولاي القوي الدول اللي بتحطه على الفلات. لان الفلات زي ما قلنا هايتك. رسوم الحماية بتبقى على الريبار وعلى البلد اللي هو العروب. ارجو كده ان انا كنت اجاوبتك على سؤالك. تمام. هنتكلم دلوقتي عن عز ستيل. عز ستيل ايه مجموعة عز القبضة تمتلك اربع مصانع. عز الدخيلة في اسكندريا. في السويس عز فلات ستيل. او السادات. دي في السادات. وعز رولنج ميل في العشر. زي ما احنا شاكين كده على الفريطة اماكن. الاماكن بتاعة المصانع. اسكندريا. السويس. السادات والعشر. اسكندريا دي نقدر نطلع لامريكا والاوروبا. ومن ناحية السويس نقدر نطلع لافريقيا وللاسيا للتصدير. دي الطاقات الانتاجية بتاعة حديد عز. ستة وتمانية من عشرة مليون طن. طبعا الدخيلة رقم واحد. اتنين مليون ده لونج برودكت. لونج برودكت ده جماعة المقصود به الريبار او الواير مش. واحد واحد من عشرة ده مليون طن ده اللي هو الهوت رولدو كويلز. نفس الكلام بالنسبة لي ف اس. ريبارز وي فلات. السادات ريبارز بس. ار ام ريبارز بس. عز ستيل هي الشركة رقم ثمانية وتلاتين تبقى لوردلد ستيل دايناميك. الكابيتال انفست منتفى عز ستيل هي تخطى لاربع مليون بليون دولار. اربع مليون دولار. اما قلنا يا عز ستيل صناعتها تاخد الطريق الانتجريتد اللي هو الطريق المتكامل. يعني احنا بنبدأ من الايرن اور. ننتهي دي المنتج اما ريبارز او فلات او كويلز اللي هو الواير مش او الهوت رولدو كويلز. في اربع مصانع دايرت ريداكشن واحد في العين السخنة وتلاتة في الدخيلة. الميلت شوبس موجودة في السادات وموجود في الدخيلة وموجود في العين السخنة. مصنع اللي مفروش ميلت شوب هو مصنع العاشر من رمضان. والضرفلة موجودة في كل المصانع. اللونج موجود في كله. اما الفلات موجود في الدخيلة وفي العين السخنة. هنتكلم عن دلوقتي عنها الستيل ميكينج روتز. طريقين رئيسيين لصناعة الصلب. طريق الروت بتاع البلاست فرنس والبيزيك اوشن كونفيرتر. والطريق التاني بتاع الدايرت ردوكشن وهي الالكتريك اوشن كونفيرتر. هنلاقي الطريقين بيتجمعوه في مرحلة الكونترين واسكاستنج او الصب المستمر. يعني الاختلاف بس في المرحلة الاولادية اللي هي انتاج الكرود ستيل. تمام؟ ده بياخد ايرن اور ناتشوال جاز يدخلهم على حاجة اسمها دايرت ردوكشن اختزال مباشر بعد كده الالكتريك اوشن ياخد المنتج اللي هو دايرت ردوز دا ايرن دوت. مع الخردة يعمل عملية التسيح للكلام دوت. يعمل اللي هادل ريفاينورينج. يعمل عملية الصلب. ناحية التانية. بناخد الايرن اور. بياخد معاه فحل كوك. يناخدش الكلام ده على البلاستفيرنس. يطلع منتج مولتن. المنتج اللي هنا ده مش مولتن. المنتج اللي هنا ده صورة صلبة. المنتج اللي هنا ده صورة سائلة. مولتن ستيل. يتصبب بيج ايرن. يروح على بيزيك اوكشن كونفيرتر مع جزء السكراب بسيط. يروح للاد الريفاينورينج. بعد كده ايه يتصبب. احنا هنا في مصر. عندنا الروتس. الروت الاولاني بتاع البلاستفيرنس دوت موجود في شركة الحديد والصلب المصرية. حلوان. الروت التاني بتاع ده موجود في مجموعة عز. موجود في السويس للصلب. موجود في بشاية. تماما يا هنلاقي هنا. قلت هنا المنتج اللي بيطلع من هنا منتج ايه? مولتن يبقى لازم يروح على ايه? على الكونفيرتر. المنتج اللي بيطلع من هنا منتج ايه? حالته ايه? صلبة. يعني مش لازم نهو يروح على الايه? على الايه? على ايه تعمل السكراب بالصبت. السكراب يبقى معاه في فرن ايه? فرن كهربة. فرن كوس الكهربية. اللي هو الايكتريك ارك فرنس. صح كده? اه طبعا. يعني انا ممكن اعمل مصنع عندي لداياتا من النقطة دي. يعني انا مش محتاج عشان اعمل الايكتريك ارك فرنس. هيخلينا ان الورلد ستيل برودكشن من الايرني ميكينج اتنين ودسعين في المية من البلاست فرنس وتمانية في المية من الايه? من دي ار بي او عملية الدايرت الريدكشن. نلاقي ناحية بتاعة الايكتريك ارك فرنس كام? تسعة عشر في المية. والاكسجن بازيك كونفيرتر واحد وسبعين في المية. طب ليه بقى الفرق ده? ليه مش اتنين وتسعين وتمانية برضو? اه من فضلك الحتة اللي هده ادي تاني واحدش. تمام خاضر. احنا قلنا ان احنا عندنا طريقين لانتاج الصلب. الطريقين بيتقابلوا في مرحلة الكونتاني واستكاستن. تمام كده? تمام تمام. تمام. الطريق الاول هو روت 1 هو روت البلاست فرنس بيزيك اكشيون كونفيرتر. ده هياخد الايرن اور. هياخد معاه الكوك الفحر في الفرن العالي. عارفين الفرن العالي? اللي هو في حلواني. اه تمام. تمام. المنتج من هنا منتج سائل. بيتصابوا يروح على ايه? على البيزيك اوكشيون كونفيرتر. اللي بتريد يعمل عملية الستيل ميكينج. ده الجزء ده اسمه كده الايرن ميكينج. اللي اولاني هتلاقي مكتوب تحت كده ايرن ميكينج. الجزء التاني ده جزء ايه؟ الستيل ميكينج. مكتوب تحت ايه ايه؟ ستيل ميكينج. تمام? يبقى جزء الايرن ميكينج المتمسط في البيلاست فرنس. محتاج البلت ومحتاج الكوك ومحتاج اللايم ستون. عشان يطلع على الخبس. الكلام ده يتاخد يروح فين؟ على الكونفيرتر. الكونفيرتر يبتدي عملية التنقية ويحول الايرن لستيل. البيج ايرن اللي طالع من هنا لستيل. يحوله لستيل يبتدي عملية الايرن الصن. المنتج اللي خرج من هنا يدخلت بجزء من الخردة يروح على الايه؟ يعمل عملية الايه؟ يعمل عملية الايه؟ يعمل عملية يتصب. الاولب الاولب دي هتتضرفل تبقى منتج ايه؟ تبقى منتج نهائي. تمام؟ حضرتك قلت احنا ممكن نبدأ من مثلا من المنطقة بتاعت الاليكتريك اركفيرنس. تمام. بان انا نستخدم على طول صح. تمام. هنيجي دلوقتي ناخد الاثنين روت. الروت رقم واحد ده انا عشان ابدأ فيه لازم ابدأ من اول البلاست فيرنس. بلاست فيرنس محتاج ايرن اور ومحتاج فحل. ماينفعش ان انا نبدأ من البيزيك اوكشن كونفيرتر. تمام؟ ماينفعش ان انا نبدأ من البيزيك اوكشن كونفيرتر. لان اللي بيخش له كمية سكتراب صغيرة جدا. هم معتمد للاعتماد الاساسي على لآيه؟ على اللي جايره من البلاست فيرنس. ،!. يبقى كل تمامًا نميك بلاست glucose Watford ايش معناثى الآمكن معناثى في الأصل . ، تمام. ، الله يناورا عليك ، »,اوما لنفكم الفط، لنفكم الع vagot بلاستة بلاست فورنسى، لنضيف مصنع بالأملية ، ،وذبح نفتمه lifet stance حاصلع من ناحية أخرى ، ، بل إلى الرات القادم التجم嗎 wil псих nehme in public transport لوحدهم. امثلة شركة سويس شركة حريض المصريين. هو ما عندوش دايركت ريداكشن. عندو بس. مثال تاني مصنع السادات التابع لمجموعة عزة الصناعية. ما عندوش دايركت ريداكشن. عندو بس. هياخد مع ان احنا بنديره من المصانع الاخرى والمصانع الشقيقة بنديره دايركت برده. بس ما لي بياخد مع دي ار اي. يعمل العملية ويشتغل. ممكن اصلا ياخد دي ار اي بردك بس عن طريق استيراد. يعني مش لازم يبقى عندي مصنع دي ار اي. ممكن ان انا استورد. زي ما باستورد الخردة استورد معها دي ار اي. في شكل حاجة اسمها اتش بي اي. هوت بريكويتد اير. انا نتطرك لي بعد شوية. يبقى انا ممكن ابدأ منين? من الالكتريك اركفرنس. يبقى مش كل الكتريك اركفرنس يستلزم ان انا عندي اي اي. صح كده? انما كل لازم معي ايه? بلاستورد نس. تمام. بني ايجي بقى نتشوف بقى النسب العالمية. هنلاقي في ال ايرن ميكينج ان 92 فالمية من الانتاج? عن طريق الايه? بلاستي فرنس. وتمانية في المية عن طريق الايه? ناحية التانية الستيل ميكينج. تسعة عشرين في المية والاكسجين فيزيك كومفيرتر كام واحد وسبعين في المية. فانا كان سؤالي ليه? النسب مش مش نفس النسب. عشان احضر احط سكراب. عشان في الستيل ميكينج تكلفة استخدام الكوس الكهارات تبقى مكلفة في الايكتريك اركفرنس. لان في مصانع كتير بتبدأ من ايوة. بالزبط كده بالزبط كده. بالزبط هو دي الاجابة كده. ان في مصانع كتيرة بيبقى عنده الايكتريك اركفرنس بس وما عندوش تمام? ده يا جماعة يعتبر حديث نسبية. مصنع يعتبر حديث نسبية انه كان في الخمسينات من الف وتسعمائة وخمسين الف وتسعمائة واربعين في الحدود دي. حاجة حديثة تعتبر لسه. اما ده لباع الباع الطويل. فنلاقي في ده اكبر مصنع على مستوى العالم. هو انتاجيته اتنين ونص مليون تن في السنة. واصغر بلاست فورنس اللي هو بيسمى بيبي بلاست فورنس بيبقى انتاجيته حوالي اتنين مليون تن في السنة. خدتوا بالكو برضك ليه النسب مش متقربة? طبعا عندي سؤالة باش موانس. هو في مصر حضرت اقلت ان اللي هي مصنع حلوان بس هو اللي فيه بلاست فورنس. طبعا طالما لاتجاه العالمي كله نسبة كبيرة بيتجه للبلاست فورنس. ما يعني مصر يعني بنتجه للدير اي. لا لا. ما تفهمش كلامي غلط. العالم حاليا حاليا ان العالم توجهه ناحية الديرتردكشن. ما انا قلنا الديرتردكشن دي حاجة حديثة لسه. يعني الرقم اللي انا جايبه لكو ده ده انتاجية 2019. ده الارقام دي على 2019. تمام? تمام. البرزنتيشن دي قبل ما اعملها لكو كانت معامولة قبل كده. كنت عملها في سنة 2017 الجزء ده. تمام. 2017 الجزء ده كانت دي اربي كان حوالي سبعة في المئة من انتاج العالم. او ستة ستة ونصف في المئة. ستة وخمسة من عشر. ستة وربعة من عشر في حدود دي. اخذ بالك. ان هو يزيد ده. ده حاجة كويسة جدا. ليه بقى العالم بيتتجه للمصانع الجديدة كلها بتيعمل ديرتردكشن؟ لان احنا زي ما قلنا هنا ان انا هاعمل مصنع جديد في الديرتردكشن ممكن ما ابدأوش من الديرتردكشن ممكن ابدأوه من الالكتردكشن. وبعد كده اعمل اعمل الايه؟ الان ما انا هنا لازم علشان اشتغل لازم ابدأ زاد امفستمنت كونفيرتشن. اخبلك ميفعش خطأ في حاجة واحدة. لازم ابدأ في الاتنين مع بعض. فده بتاعته علي جدا. تاني حاجة انتاجاته كبيرة جدا. ماينفعش ان انا اقلل في الانتاج. انما انا هنا معي ان انا بالانتاج واللي بالانتاج. تالت حاجة بقى دي اهم نقطة الانفايرومنتر. هنا ده بيستحضم الفحم. والفحم ده دار بالبيئة. دلوقتي بتدفع عليه تاكسس. بتدفع عليه دروية. فده تشغيله ملوس للبيئة. اما الناحية دي ده تشغيله واعتبر صديق للبيئة. لان في مصانع جديدة حاليا بتتعمل دي بيتعمل مصانع عن طريق الاليبترو ديالسيس للمية. بياخد المية يقينها عن طريق الكهرباء. يكون الهايدروجين. ياخد الهايدروجين هو غاز الاختزال بتاعه. في مصنع حاليا بينشأ في السويد بنفس التكنولوجي اللي انا بقول لك عليها دا. يعني ما بيطلعش ما بيطلعش كربون فود برينت. فاخد بالك. العالم ما بيتجهش ناحية البلاست فرنس. لا ده بالعكس. العالم بيتجه ناحية الضايرت. ارجو ان انا اكون اجبتك عن سؤالك. تمام. عنده اسئلة في الجزء اللي فاتة يا جماعة. لو سمعت اشوانس. اه. في مصانع بتستخدم مية في المية سكراب في الاليكترد اركفرنس. مصانع بتستخدم مية في المية سكراب. هو مفيش مصانع بتستخدم او يعني ايه. حواري ممكن نقول. خمسة وتسعين في المية من المصانع متبتستخدمش مية في المية دي ار ار اي. ان هو استخدام مية في المية دي ار اي دا مكلف جدا. والازم استخدم سكراب. لازم فاش رحنا Camera يبيش فيها تراحية. عندنا بيستخدم لحد مية في المية سكريب. عادي مفهاش مشكلة. في الخلطة بتاعتك. على حسب الجريد اللي انت هتنتجه او حسب التوافر بتاع الخردة او على حسب الوضع اللي انت فيه. وهي الجريش باندس وهيفسرش على المنتج اللي هاي? لأ خالص. ما انا بقولك على حسب المنتج اللي انت بتنتجه. يعني في بعض المنتجات انت محتاج هاي كواليتي ستيل. تنتج مثلا اللي هو الفلات. انت محتاج هاي كواليتي ستيل. محتاج تكون بتبص على العناصر اللي هتبقى موجودة في المنتج النهائي. فما ينفعش ان انت تستخدم الخردة. مثلا الخردة لو فيها قبر. القبر ده لو دخل جوه الشحنة. هيطلع لك في المنتج النهائي. ما بيتشالش. لما ينفعش هستخدم دي ار مية في المية? لان دي ار اي. يعني انا مش عايز احرق لكو الجزء بتاع دي ار اي. الدي ار اي تكلفة تشغيله عالية. تاني. هقول لكو ببساطة قوي. هل في عملية صناعية كفاءتها ما في المية؟ لا. انا الايرون اور ده عبارة عن ايه؟ عن اكسيد. اكسيد حديد. صح كده؟ تمام. انا في الدي ار اي المفروض ان انا بعمل ايه؟ بحول اكسيد الحديد دوت للايه؟ لحديد من غير اكسيد لف اي. صح كده؟ ببساطة قوي العملية دي زي ما قلنا مفيش عملية صناعية كفاءتها 100% فهيطلق لي في الدي ار اي اللي طالع ده جزء ايه؟ جزء لسه اكسيد. اكسيد صح كده؟ الجماعة بتاعدها الميتالرجي للعظماء اللي معانا بقى. الاكسيد الرابطة بتاعتها رابطة قوية ولا رابطة ضعيفة؟ يا رابطة ضعيفة. يا رابطة قوية جدا. ده هو كل العناصر نفسها تفضل اكسيد. مفيش عنصر عايز يبقى حر لوحده عايز يبقى اكسيد على رابطة ايه؟ رابطة قوية. فالجزء المتبكي اللي هو الاكسيد الحديد اللي موجود ده. ده هيحتاج طاقة عالية جدا علشان تكسر الراكسيد دي. هل جزء الاكسيد ده موجود في الخردة فيها دي فيها اكسيد ولا الخردة دي منتج تام قبل كده؟ مع حالة الخردة دي بتكون راست. لا راست ده 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 بيبقى السطح بس كده راست ده حاجات بسيطة. مش مش موجود بالزبط كده. ما بيقاش فيها اكسيد. فهي منتج تام هي حديد بيور. فانت هتسيح حديد بيور اسهل مئة مرة من انا سيح حديد في جزء من الايه؟ من الاكسيد. فده من الاسباب ان انا ماستخدمش مية في المية دي ار اي. المصانع اللي ماستموم فيها ان انا استخدم دي ار اي بنسب عالية قوي. لو انا هعمل هاي كواليتي فتيل فانا محتاج كده كده المنتج بتاعي هيبقى سعره عالي. فانا نغطي التكلفة بتاعتي. او لو انا بنتج دي ار اي بتاعي في الصورة هوت. بنتجه عند درجة حرارة 600. دي ار اي النورمال بتاعه ان هو بنتج في درجة حرارة الغرفة اللي هو مثلا من 30 ل40 درجة. في بعض المصانع زي مثلا المصنع اللي في السلوس الصلب ده بيقدر ينتج الدي ار اي هوت على درجة حرارة 600. فساعتها يتنقل لل600 درجة دول لفين? للفرن الكهرابي. هل انا كالليكتر ار كفرنس ايكنوميكلي بقى ان انا ماخدش ال600 درجة دول واقف وافتح الفرن. هتشوفوا دلوقتي الخردة دي بتتحط الزي واطلع الالكتروز وافتح السطح وارمي الخردة? لأ طبعا. ففي الحالة دي انا بزود نسبة الديها اي لكام لحوالي اكتر من 95%. تمام? ارجو ان انا اكون جاوبتك على سبيل. يعني اللي بيتحكم في النسب دي اللي انا نسبة تاعة اللي انا عاوزها في المنتج النهائي? ده جزء يعني اللي بتحكم الاساسي الاكتساديات التشغيلي. لان احنا قلنا كل ما نسبة تزيد كل ما التكلفة بتاع التشغيل للفرن الكهرابي بتحصلها ايه بتزيد. اوستيك? تمام. عشان جزء الاكتر من اللي لسه موجود اللي احنا ماشي نهوش. يعني بكل الاحوال مش هقدر هتحكم في الامبيروتس انا بتحكم على حسب الكوست بتاعي? نا انا وانا قلت برضك نقطة. لو انا بنتج وهو بتاعي وحطت نكسبي عليه ساعتها هيحط الديار ايه اللي انا محتاج وعلشان انا محتاج قليلة. معايا. تمام. هو في الاخرى اللي بيتحكم هي عملية الكوست. تمام. التكلفة. تمام كده? ده سمحت لشوها. واحد. المفروض ان الاسكريب ده لبقى في اكاة كثير كثيرة لان هو أصلاً مسطحي؟ لا ما زي ما قلنا الأكاسيدي اللي في السكريب دي بتبقى أكاسيدي سطحية يعني انت بتشوف السطح بس. انت دلوقتي لو انت جبت حاجة الجزء بتاعها السطحي ده صدق. وبعدين ما تقارنش بالسكريب المصري. انت بتقارن بتاخد السكريب لمصر. ان مصر ما فيهاش خردة أصلا. ما عليش انا قاسب في المثل دوت. انت عندك التلاجة ما بتتآكل الجزء اللي تحت فيها انت بتعمل فيها ايه. بيتقطع الجزء اللي تحت الجواب بتجيب جزء تاني. تركبه. برا التلاجة لو بازل بيعمل فيها ايه? لو بازل المطور بتاعها بياخدها كلها يرميها. اخبالك. انت ما تقارنش جودة تصور من الخردة المحلية. احنا ما عندراش خردة في مصر. احنا الخردة بتجيلنا كلها من برده. مستوردة. خردة المصري دي خردة سهيئة للغاية. عندك سيارات. عندك سيارات فاتية في الشارع. انت جيد سنة اربعين وسنة تلاتين. اخبالك ما عندكش مقابر سيارات في مصر. برا فيه الكلام دوت موجود. برا بيبقى الجودته عالية جدا. وزي ما قلت لك طبقة الرصد اللي انت بتبقى شايفة بعينك دي. دي طبقة حماية. ان هو بيبقى حامي اللي وراها. حامي الجزء اللي وراها. اتفضل. كان فيه حد بيسأل. تكلفة الطن يا بيش مهندس في الطريقتين. في الآخر بتتساوى ولا في فرق? تكلفة الطن زي ما قلنا. الجزء بتاع البلاستو فرنس ده. انتجيته ضخمة جدا. كل ما بتزود الانتجية كل ما تكلفة برطنة بيحصل لها ايه? ببتدي تقل. فده اللي بيغطي عن الناحية الثانية. حاليا بالاقتصاديات الجديدة بتاعة تشغيل الالكترك اركفرنس وبتاعة الديرت ريداقشن. ده انا اقدر اقول لك دلوقتي ان الديرت ريداقشن. تكلفة التشغيل بتاعته تعتبر قريبة جدا من تكلفة تشغيل الروت رقمي واحد. هش يا جماعة هناخد بقى دلوقتي كده نبزة مختصرة عن الائرن ميكينج. انا عارف ان فيه بعد كده يبقى فيه متخصصة عن الائرن ميكينج وسيشن متخصصة عن الستيل ميكينج. فانا النهاردة بس هديكم كده ايه? النبزة عن الائرن ميكينج اندستري وعن الستيل ميكينج اندستري. تمام. عندنا اتنين طيب من الائرن اوكسايد. ايه ما يبقى بالشكل ده اسمه او بالشكل ده. انا اولا هنه هتكلم كله عن روت رقم اثنين بس عشان نبقى متفقين. انا كلامي كله هيكون عن الروت ده. انا لن اتطرق الى ايه? الروت بتاع البلاست فرنس. تمام يا شباب? فبالنسبة للائرن ميكينج فاحنا زي ما قولنا عندنا اما يبقى في هيئة او في هيئة ايهما موجود في الطبيعة? تمام. تمام. يبقى ديت حاجة مش موجودة في الطبيعة حاجة من صنع الانسان. انتو خدتوا بالكم من حجمها مقارنة بالكوين اللي موجودة وزي البلي الصغير اللي كنا بنلعب به زمان. اه تمام. تمام. طب انا ليه استخدم ده او استخدم ده? ايه اللي يخليني ان انا اقول انا اخد اللمب قور ده زي ما هو كده استخدمه? او ان انا اخده اروح اعمل له عملية تصنيع يبقى في شكل المكورات ديت. ممكن نسبة الحديد في الخام. تمام. الله ينرى عليك. المؤثر الرئيسي اللي هو نسبة الحديد في الخام. لو الاستطلاعات الجيولوجية الاولية طلعت النسب الحديد. اولا احنا الخام اللي بنتكلم عليه هو خام الايه? الهيماطيت. اللي هو العنصر الرمز الكيميائي يجتعه ايه? ايه حد عارفه? fe2o3. طب انا هديكم كده ايه من عندي? خمس دقائق. تحسبوا لي اقصى كمية ايرن ممكن تكون موجودة في المركب fe2o3 ده. سبعين في المية رشبوندس? الله ينرى عليك سبعين في المية. تمام. انا السبعين في المية ده? الرقم البيور. اللي عمره موجودة في بيور. مهندس. تتحسب بعد ازد. تتتحسب ازاي? بص يا سيدي. انت الfe2o3 ده مش ده المركب كله? اه. تمام. الوزن بتاعه كام? الموخل يا رويت بتاعه كام? اتنين في ستة وخمسين زي التلاتة في ستاشر. صح كده? صح كده. ماشي. الحديد بقى لوحده. وزنه هيبقى كام? اتنين في كام? ستة وخمسين. هذا البسط. على اتنين في ستة وخمسين زي التلاتة في ستاشر. اطلع لك سبعين في المية. تمام. تمام كده? عرفت? بتحسب ازاي? عرفت. تمام. بس سبعين في المية ده عمره يكون موجود في الطبيعة. ده موجود على الورق بس بتاعكم. في الطبيعة سبعين في المية دي مش موجودة. اقصى نسبة بنشوفها في الطبيعة سبعة وستين في المية. تمامية وستين في المية. سبعة وستين وكسور في الحدود ديت. طب انا بقى لو انا عملت الابحاث الجيولوجية بتاعتي. ولقيت المنجن بتاعي بيطلع خمسة وستين في المية. اروح اعمل له عمليات ونقيه. ولا كده? هو كده زي الفل. هو كده زي الفل. هو كده زي الفل. الله ينرى عليك. سعيك انا كده راجل مية مية هاخد المنجن بتاعي ده. هم اعمل على الماليات التفجير. افجره. اطلع الخام. اعمل له عمليات التكسير. خلاص ابيعه على كده. وصل للحجم المطلوب. ابيعه زي ما هو. سعره اقل. وما هتعبنيش في التكلفة التصنيع. ربها لو لقيت خم الحديد. النسب فيه مثلا بنتكلم في 40 في المية و30 في المية. لازم اعمل عمليات. لازم اعمل عمليات. انتو خدتوا مع الدكتور زيكي عمليات مشتركة. اه. اه. المادة دي مهمة. المادة دي مهمة اول ان مصر داخلها في الصناعة بتاعت الارنوكسايد بيلتز. فيه كلام ان فيه مصانع جديدة هتنشأ انها تعمل الايه? البيلتز ده في مصر. عليهم دي لها تصنع في مصر. اهتموا بالمادة دي. انا هدلوقتي اقريكوا فيديوهات عن الجزء ده. يعني اقريكم فيديو شامل اللي واخد العملية كلها من اولها لاخرها. تمام يا شبابي بقى انا لازم اعمل له عملية ايه بنفس الشيشة. نيجي بقى للاخر اللي كان سألني على الخام المصر. تمام? ممكن بقى تسألنا السؤال تاني هنا. الايرنور باش مهندس احنا بنستور ده من بره او اللي هو موجود في مناديم في مصر. تمام كده الايرنور. الايرنور اللي موجود في مصر ده لا يصلح الا للفرن العالي. ليه بقى? الله ينور عليك. الايرنور اللي موجود في مصر نوعه اسمه اوليتك اور. الخامل اللي موجود في مصر هو اوليتك اور. مرتبط ارتباط بي ايه الاوليتك اور ده? عمصر الفوسفور. عمصر الفوسفور ده ما بيتشلش. بنسب معينة. بعد كده هيروح معي فين? يعني هني ايجي هنا كده كده. ليه الرسمة الجميلة بتاعتنا دي. لو انا عملت الايرنور بتاعي ده خلاص عملته وبقى بقى 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 فيها فوسفور عالي. هنقول فوسفور مثلا ثلاثة في المية. فرضو. الفوسفور الثلاثة في المية ده هيخش في الـ. هيتشل. فوسفور ملوش دعوة. انا دايرت ده ده بقى شيل الاكسوجين مرتبط بالاييرن. ما بشيلش اكسوجين تاني. هيتلع لانا مدخل هنا ثلاثة في المية هتلعولي هنا اربعة في المية. الاربعة في المية دول هيرروح على فين? على بعد اللهتر ايرت تريك فيلنس هيرروح على فين? على اللادل. الادل هو اللادل هو اللي بيشيل الفوسفور. هيشيل من الثلاثة في المية دولها هيشيل كم؟ لوش هي الانصف في المية هي يبقى كويس. هيتبقى معاي ايهgame? فوسفور هيرروح فين? الكنتينيواس كاصكنج. راح فين? تصد. بعد ما تصد راح فين؟ عمالية الدرفولة. الدرفول بقى ريبار. فاكرين انتم من فترة كده كان فيه فيديوهات منتشرة واحد مسك سيخ حديد كده وبكسره برجله عارفين الفوسفور ايه سبب الفوسفور بيعمل ايه في البيبار او بيعمل ايه في الحديد بريت المنتي تقريبا ايوة الله ينور عليكم ويسمع العلم كولد شورترس بيعمل كولد شورتنس يعني ايه تأصيف على البارد ده اللي الرجل كان بيعمله ده الحديد اللي كان معاده حديد صيني نعمل في شركة سماء بيانكو في مصانعهم في العبور او في اكتوبر حاجة كده ده حديد الفوسفور فيه عالي ايه يمسكوا وكسروا كده زل اصف على ركبته فده لا ينفع في صناعة بتاعتنا اللي يقدر بقى يتخلص من الفوسفور ده مين الفرن العالي في عملية التسجيح بتاعته ده ايه يتخلص من الايه في الفرن العالي من الايه من الفوسفور الزيادة هو دلوقتي لما ادخل البلتس في الداريكت اليداكشن هو ازاي بتزيد نسبة الفوسفور من 3 الاربعة ايه ده سؤال انت انت راجل بتلاحظ بس انا قلت انت جدتوها لوحدكم والله تمام تاني لشان هنا جاي للعير نور ده فيه نسبة اكسوجينة نشلتها موزونة هنا في العير نور ومش موزونة في الديار ايه يعني انت مثلا انسي انت كان عندك الف كيلو تمام فيهم هنقول اه تلاتين كيلو اكسوجين مثلا شيلت انت تلاتين كيلو تلتمية سوري تلتمية كيلو اكسوجين موزونة شيلت انت تلتمية كيلو دول هيبقى لك هنا برا كام سبعمائة كيلو صح اه طمام هنقول الفوسفور اللي كان داخل ده احنا قلنا تلاتة في المية تلاتة في المية من الالف يعني كام كيلو تلاتين كيلو هتقسم التلاتين على الالف تقول لك كام تلاتة تلاتين هتقسمهم على السبعمائة هيفضلوا تلاتة بردك ولا هكتروا المقام المقام عشان تقلف البصة ايه ايه تمام 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 كده الله ينور عليك تعالوا بقى نشوف ازاي نحول المقام عشان تلاتين 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 تمام يا شباب. هنشوف دلوقتي فيديو كده مبسط عن الصناعة الايه؟ الايرني ميكينج. تمام. هي اول مرحلة هنا. بعد ما عملية التفجير تمت في المناجم. اتنقل الخامة عن طريق السيور دي. دي مرحلة مرحلة سكرينينج. بيبتدي يفصل الاحجام. تمام. يبقى المرحلة الانية مرحلة ايه? سكرينينج. فصل الاحجام عن طريق الحجم. الحجم الكبير اللي اكبر من اتناشر ونص ميلي. هيروح دايريكت على ايه? على عملية الكراشنج. هيروح هنا. والسكندري كراشنج يبتدي يعمل عملية الايه? التكسير. المقصد من التكسير ده ان انا اضمن ان القور كله بقى قل من اتناشر ونص ميلي. يعمل عملية التخزين هنا. دي المدة يومين ونص. يبقى يومين ونص. بياخد ناتج التكسير ده لميلز. يبتدي يضحن المنتج ده. ده بيبقى جواه بولز حديد. تلف بروتيتنج سبيد معينة. يبتدي يكسر الايه? الايرن اوكسايد ده. بعد كده هنا بيروح لمرحلة. بيشيل من السلاري الحجام الصغيرة. يروح الكلام ده السلاري دي للسكند. هنا ده عايز يشيل الايه? السيليكا والكوارتز اللي هي الرمضة. الخام ده مرتبط برمضة بسيليكا. ده تاني وهو بيليف وبيضخ هوا. يبتدي يحط امين وبيحط اللي هي النشا. الامين والاستارش ده بيبيرتبطه بالكوارتز اللي هو اه او السيليكا يبتدي يطلع الايه? من الفوق. والايرن او ينزل فين? ينزل لتاحة. ده احنا شايفين عندهم اكتر من ايه? بعد عملية الفلوتيشن ده المنتج بيقسمه وركز. ياخده ده يعمل له عملية ايه? تاني. يصغر الحجم بتاعه. عشانا يعمل له تاني. دقيقية تاني. لانه ده كلهم بقى ده مفوش الاجيتيتر والقلامي. هو من تحت. يبتدي يحط الامين والاستارش تاني. النشا. بينزل تحت. والسيليكا يبتدي تمسك الاااا والاستارش والامين ويطلع. ده الشوائع. بتلينج سيكنر ده الشوائع. الفعل الكونسنتريت بقى بيروح لكونسنتريت سيكنر ده بيبتدي ان هو ينزل لتحت ويبتدي ياخده بالترمباط. يضخهم المكان ده. ليه المكان التاني اللي احنا هنشوفه الوقت. شو هلوس هوالب هوالب يقعد يمشي المسافة الطبولة دي كلها? عشان ده المصنع الاولاني ده جنب المناجم. المصنع التاني ده جنب المينة. معايا. فانا انقل السيكنر او الكونسنتريت ده بترمباط ببامبنج فلاين اسهل مننا واوفر مننا نقله بايه؟ بعربيات. انقله من المنجم بعربيات او بقاط من المكان ده. انت الكلام ده كله بتبيعوا بره. تضطروا. فلازم يبقى جنب المينة. انا استذنكم بس الاسئلة على الفيديو وخلوها في الاخرى. ده انت جيتهم في السنة. قبل المشروع ده 24 مليون. بعد المشروع ده تبقى 44 مليون. طن في السنة. هنا بقى دلوقتي جات تكونسنتريت ده لمصنع البلتايزين. بتروح الاول لحاجة اسمها سيكنر. سيكنر ده بيبتدي يشيل المياه الزيادة وياخد التكونسنتريت اللي مفتوح. بعد كده بيروح لعملات فلتريشن. بحيث ان هو يشيل المياه اللي كانت موجودة. يبقى احنا شلنا المياه وصيبنا الايه? اللي احنا. سوري. الاوكسايد بيست اللي احنا متجنة. اللي هو السلاني. بعد الفلتريشن عملت شلت المياه ده. ياخد البروتكت ده. يخزنه. السايلون. يعمله الاول بريسنج. بعد كده يخزنه فين? السايلون ده. بقاسمه بيلت فيد. يتخزن بيلت فيد. يتخزن لايمسطود. يخزي الكول. وبياخد نسبة من كل واحد فيه على السير اللي جاي ده. ده بقى البولينج ديسك اللي بيخلي الشكل البيلت دي تاخد شكل كورا. المطورات. ده بيلت ماشي ديسك ده ماء اللي بيداركة 45. يبتدي يلف بالزاوية بالزاوية ديسك. يخلي اللي هي نزلة عليه حصل لها ايه? تجمعات في شكل ايه? شكل كور. مكورات. هنا بقى اسمها جرين بيلت. اللي لسه ما تحرقتش. طابطة لسه بمياه. هنا بيروح لعملية كلاسيبيكيشن يشيل الحجم الصغير من الحجم الصغير. بعد كده البيلت دي. يغديها لحاجة اسمها انديوريشن ماشي. ديوريشن ماشين دي اربع اجزاء. يبتدي انزل الاول على لاير قديمة. فمحصلش في ترمال شخرة. دي لاير قديمة قريدي دي قديمة موجودة شخرة. دخل عليها الايه? الفيلت الجديدة. دي اربعة فيه. بحيث ان هو يتخلص من المياه اللي موجودة كلها. لكن يتخلص من المياه الموجودة ايه? على مراحل. ان هو لو جيه وسخر مرة واحدة هيحصل ان البيلت ايه? تشوق او تتكسر. السترنس بتاعي بقى ضعيف جدا. ما تقدرش هتحمل اللوود اللي موجود في العملية الدائرة التردكشة. فلازم يتسخن ايه? زي ما قلنا بالراحة بحيث ان هو يعمل تبخير للمياه اللي ايه اللي موجودة. اكتر استاتك بس دوت عشان البروسيس جاس تريتمنت باقلعش. ابخيرة او اه تريبة على الجو. يعني قال البرتكولات امشن للايه? خارج الاندuration ماشين هيبتدي اتخزن. عملية سكرينينج الاول يشيل الحجم الصغير يكون الحجم المطلوب. يعمل له سكرينينج وتتخزن بعد كده على الطريق السيو. الستورج ياردد ايه? الستورج ياردد يبتدي اخد منها? يعمل ايه بقى يا شباب? يعمل له يعمل على طول الايه? الستورج ياردد اللي هتسافر برا. وقد دي الخام دوت لايه اللي كانت الدولة اللي رايحة. بعد كده الستورج ياردد تيجي مصر هنا. تقف تعدي قناة ستويس تقف عندنا في مينت السخنة تبتدي تتفرغ على الرصيق بتاعنا. او مينت الدخيلة تبتدي تتفرغ على الرصيق بتاعنا في سكنتر. تمام كده يا شباب؟ حد عنده اي اسئلة في جزء بتاع الارد ميكينج ده؟ بعد كده الارد ميكينج ده. بعد كده الارد ميكينج ده. ها فيه خريجي في الزاد بيشتغلوا في الجزء ده ولا كله بيشتغل ستيل ميكينج بس؟ انا انا زي ما قلت احنا حاليا في مصر الجزء ده مش موجود عندنا. الجزء ده انا زي ما شفتوا الجزء مقسوم الايه؟ نرجعنا للصورة دي. الصورة دي حلوة. الجيولوجي ده والميكينج دول والبنيفيتشيشن الاولي دول مش موجودين ايه؟ ما اعتبرش موجودين في مصر. موجودين في مصر الخامات اللي هي بتاعت الفرن العالي. معايا؟ تمام. مصر حاليا فيه كلام ان هي هتعمل بلتايزنج بلانت. فده هيبقى موجود عندنا. اللي هو اللي بيعمل الايه؟ البيلت. البيلت. هتجيب انت البيلت فيد ده من بره زي البحرين. البحرين بتستورد. احنا بتستورد خام البحرين. البحرين بتعمل ايه؟ عندها مناجم في البرازيل مثلا متعقدة مع شركات في البرازيل. بتاخد منهم البيلت فيد. اللي هو الكنسنتريت بعد ما شلت منه السيليكا وعملت له بنيفيشيشن ورفعت نسبة البيلت فيد. بس لسه مرتبط بمية. بياخد الكلام ده يعمل له عملية بليتايزنج بس عنده. ده حاليا فيه كلام في مصر انه هو هي ايه؟ هيتم انشاء مصانع من الموضوع ده. عزيزنج. فده بالنسبة لايه للسوق المصري. السوق المصري فانت هيبقى عندك التالت اجزاء. ان شاء الله يعني هيبقى عندك الجزء بتاع البيليتايزنج. عندنا البيليتايزنج. عندنا البيليتايزنج. وعندنا عملية الايه؟ الدرفالة او الرولينج. هنيجي بقى نتكلم عن البيليتايزنج بروس. يعني ايه البيليتايزنج؟ اختزال مباشر. اختزال مباشر. اختزال مباشر. يعني بعرض الارن اوكسايد بيلتز لغازات الاختزال مباشرة اللي هتم من عملية الريدكشن. بدرجات الحرارة المطلوبة بالتركيز المطلوب بالوضع المطلوب. يبقى انا عندي خامل الحديد اهو ف اي او سري. هبتدي عرضه. ليه؟ السي او والاتش تو. هيدين الاف اي مع سي او تول اي والاتش تو. ده كده الاختزال المباشر. بيتم اخشافت فرنس ده ما احنا شايفينه. ايه الاختزال الغير مباشر؟ اللي هو الفرن العاني. بياخد الفحم. يدخلهم على الاكسايد. الفحم له يتحول الاول عن طريقة تويرز بتاعت الهوة ديت. يتحول لسي او. السي او يعمل عملية الايه؟ الاختزال. تمام؟ انما الاختزال مباشر ده. هو عبارة عن هيتروجينيس رياكتور. بيبتدي يخش الارن اوكسايد بيلتز من فوق. تطلع من تحت الايه؟ الديار اي. يعمل كولد يعمل هوت يعمل او او بريكويتد. هوت بريكويتد ايه. ده لو انت هتصدره يعني. عملية الاختزال هتتم على المراحل اللي هي الفي ايه توسري. تحاول الفي اي سري او فور. بعدكال الفي او او. بعدكال الفي او. في الاخر خالص المنتج النهاي عندي بيبقى شكل بالمنظر ده. الفي اي. الكور بيبقى في ايه؟ الفي اي او. اللي هو جزء اللي احنا قلنا لسه مرتبط بالايه؟ بالاوكسجين. اللي كنا قلناه زمان. فيه طريقتين مشهورين جدا. اشهر طريقتين على المستوى العالم ان انا اعمل ديه معاملية اللي ايه؟ داريكت رداكشن دي. ميدريكس بروسيس. واتش واي ال بروسيس. ميدريكس بروسيس دي. تكنولوجي. امريكي. بتتصنع بايه؟ شركات يابانية. حاليا شركة اسمها براين ميتلز. هاتش واي ال دي هي تكنولوجي ميكسيكي بتتصنع بشركات ايطالية. شركة دانيالي. حاليا اسمهم انرجي ايرو. يبقى ده براين ميتلز. ده ايه؟ انرجي ايرو. في مصر فيه اربع مصنع ميدريكس. ومصنعين هاتش واي ال او انرجي ايرو. اربع مصنع ميدريكس. ثلاثة منهم موجودين في الدخيلة. كل مصنع انتاجيته مليون طن. يبقى ثلاثة مليون. وفي مصنع فيهم انتاجيته واحد مليون واثنين من عشر. اعتقد من مليون 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 من عشر. في حوالي ثلاثة مليون واحد من عشر. في الدخيلة. مصنع في بشاي ستيل مليون وسبعمائة وستين الف طن. اما مصنعين ال ال اللي موجودين في مسر. دوننا مصنعين انشيعوا حريصا. مصنع موجود في مجموعة عز السخنة. انتاجيته مليون وتسعmpreتنا الف طن. ومصنع موجود تسوص للسلوبة ده بينتج هوت دي ار اي ويعتبر حاجة اسمها زيور الفورمر ده احدى التكنولوجي ده انتاجيته مليون وتسعمائة وخمسين الف طن في السنة. لو بصينا بقى على مستوى العالم هنلاقي ان ميدريكس يواغد حوالي تلاتة وستين في المية من الدايرت ردكشن عموما انرجو ايرن خمسلاشر ومصف في المية. البروسيس اللي ليه عشافت فرنس ميدريكس تمانين في المية وانرجو ايرن كان عشرين في المية. ده على مستوى الايه؟ على مستوى العالم. احدث مصانعهم اتعملت في الجزائر اتعمل مصنعين ميدريكس طاقت الواحد فيهم اتنين ومصر مليون تن. حاليا في مصانع تحت الانشاء في بوليفيا وفي سويد مصنع هيل وفي بوليفيا مصنع هيل وفي امريكا مصنع هيل بقى. يعني في مصر مفيش مصانع تحت الانشاء. ده شكل مبسط لميدريكس بروسيس. زي ما قلنا احنا بناخد الايرن اور ويطلع من تحت ايه؟ ديار ايه. احنا من فوق يطلع من تحت ديار ايه. طب بالنسبة للغاز الغاز بيجي من اين؟ احنا قلنا غازات الاختزال ايه؟ خليط من ايه يا جماعة؟ كو و الهو. هل هكذا السي و الهو اللون موجودين في الطبيعة؟ خليط من ايه. لا باخده من الغاز المساني من الهو المناخد مع الهو. الله ينرى عليك. يبقى انا هذه الغازات غازات مخلقة. غازات مش موجودة في الطبيعة. بجيبها منين عن طريق الهو مبسط. انا في ميتركس هنا. بعمل عملية الاختزال. قلنا النواتج الاختزال عبارة عن كو و الهو. باجير في وحدة اسمها سكرابر. بتخلص من الـ H2O عن طريقة عملية تبريد مفاجئ الغاز ده بخلطه بالغاز الطبيعي تاني أخش أعمل عملية أستعيد الحرارة تاني أخذ الغازات ديت أعديها تيوبس جواها تيوبس جواها أبتدي أعمل عملية تحوير للغاز من حالة CO2 زائد هيديني CO2 أخذ الغاز اللي خرج من الـ Reformer أضيف عليه Natural Gas و Oxygen عشان أعلي درجة الحرارة بتاعته يصل لحوالي 980 درجة بعد كده أعمل بعملية الـ A الاختزال تاني وهكذا بعد كده المنتج اللي بيعدي ده والمنتج ماشي معنا في الرحلة بتاعته مفوق لتحت بيعدي بعد كده في منطقة التبريد غازات التبريد عبارة عن مين لي عبارة عن غاز طبيعي الغاز الطبيعي يخش هنا في منطقة التبريد يبتدي يبرد الـ A الـ DRI اللي خارج ده أسحبه أشيل منه الأطريبة وعمل له عملية واشيل منه الماء وابرده واخده تاني واستخدمه تاني يطلع معي Cold DRI ده بالنسبة لتكنولوجيا A Medrix أعتقد كده بشكل مبسط ووصلتكم الفكرة لعمل كده كده مفرطة الحاجات دي هتأخذوها في الـ Detail بتاع الـ Direct Reduction وصلتكم الفكرة العامة بتاعت Medrix يا شباب تباعة بشمال تمام تبا الـ يشيل الماء ويشيل الدست تمام هنيجي على Energy Iron Process هنلاقي نفس القصة برضه الـ Iron Ore بيتشحن من فوق وبيطلع من ايه من تحت DRI الغازات اللي خارجة الأول بتعدي على عملية حاجة اسمها Heat Recuperator أبتدي أستعيد الحرارة بتاعتها بعد ما استعدت الحرارة أشيل H2O الماء الزيادة بـ Crunching وأشيل الدست شلت الكلام ده أعدي الغاز بتاعي على كومبريسور يبقى أنا هنا تخلصت من A من H2O بعد ما تخلصت من H2O عملت الكمبريسور وتخلصت من A من CO2 في Medrix أما تخلصت من CO2 معايا تمام هنا أتخلصت من CO2 يبقى أنا بقيني بس الغازات اللي ما عملتش اقتزال اللي هي H2O CO أجي هنا الوحدة الوحدة كده نسمعها الريفورمر بأيأخذ الغاز الطبيعي مع ستيم مكونه أخلط الاتنين دول ببعض في الستيم ريفورمر يكون لي كاتاليست يكون للH2O زي CH4 هيديني CO والH2 أخذ الغازات ديت اللي هي الريفورمت جاز ده أحقنه مع الغاز اللي أنا شلت منه H2O CO2 على الريفورمر أسخنه وحدة تانية اسمها بروسس جاز هيتر أسخنه حد 930 درجة مثلا بعد كده دخل عليهم أكسوجين يوصل للخليط دوت الـ 980 ألف ويخش جوار ريكتور يعمل نفس السكة بتاعته تاني هيتلع معي الـ DRI أعمل عملية التبريد هنا بالغاز الطبيعي دي مكرنة بسيطة كده من ميدريكس و H1 الـ 2 يتشابه ان هم بياخدوا يشيل منه الأكسوجين عشان يديك الـ DRI عندنا هنا هنقول الضغط بتاع الـ حوالي 5 ميدريكس حوالي 3 من 10 الـ زي ما قولنا حجمه كبير في ميدريكس وبيستخدم CO2 في هنرشي عبارة عن ستيم ريفورمر حجمه صغير ووحدة لوحدة طبيعة الغاز هنا هيبقى الـ H2 ايه اكتر لانه عبارة عن ستيم ريفورمر هنا الـ CO هيبقى ايه نثبته عالي بس الـ H2 هو برضا كلازله الأكتر يعني عشان الـ H4 فيه 4 زرات هيدروجين بس انا نثبت CO2 علي فالكاربون ديبوزيشن في الـ ريفورمر تيوبس ايه في نرجو ايرنق ليل في ميدريكس هيبقى عالي ان انا اعمل عملية استعادة للغازات فـ H2 بتقدم 90% من استعادة للغازات ميدريكس حوالي 67% احنا قلنا عندين هنا ستيم فطبيعي يبقى عندي القهرباء في ستيم تربينز بتشتغل مش مموطير بس مش إلكتريكال موتور بس ميدريكس بس هنا احنا قلنا عندي ضغط عالي فلازم العزل بتاع الرياكتور دوت يبقى ميكانيكال السيستم عن طريق بلوف هنا في ميدريكس ضغط قلال جد من 3 من 10 فممكن يبقى ديناميك جاست ان انا بضخ الغاز ضغط اعلى من 3 من 10 الاوتبوت دوت نقفول في روتر ده open to air فانا في energy iron عشان الغاز ملوش ضغط بالريفورمر فانا ممكن استخدم بلت فيها سالفر عالي اما في ميدريكس ما اخدرش ان انا استخدم البلت يكون فيها سالفر عالي اتكلم بقى نبزة برضى عن صناعة الصلب الراجل اللي قدامنا ده هنا بيزمر ده هو يعتبر ابو صناعة الصلب ده لحد دلوقتي لسه في مصانع شغل بال بيزمر بروسيس السيل هو عبارة عن اللوي فيها اقل من اتنين في المية قربون مع خليط من المنجنيز من السيليكا من العناصر الاخرى الاضافة لتحسين بعض الخواص على حسب الجزء المطلوب منه تمام طب ايه بتاعت السيل بتبدأ هناخد جزء من عملية في المنوفاكتشرينج بيبتدي جزء من يطلع يرجع تاني للتصنيع بعد عملية التصنيع يروح بقى اما سفن اما عربيات اما اطورة اما ايا يكن هو الجزء بتاع رايح فاني انهي اتجاه بيروح ليه اعادة التصنيع اعادة الاستخدام داخلية لحد ما ينتهي جزء بتاع الريوز يروح للستيل اللي هو 100% يبقى احنا كده نقدر نقول ان الاستيل بيعاد استخدامه لذلك اطنا بيقولك في بعض المصامير دي ممكن تقوم منتجة من الاف السنين اخبركم معايا ان هو الستيل ايه بتعمله 100% فانت لو انت عملت ده بيقدر ان انت تعمل عملية 740 كيلو من الفحم 120 كيلو من بتعمل 70% دي بتوازي ساعة تشغيل تليفزيون او 24 ساعة من المتازة ده بيبتد ان هو ينتج اشغال تانية اللي هو انها جماعة اللي بيشتغل في السيبريشن والريسايكلينج اللي بيداع العام اللي هو جزاوة لص انت تقدر تعمل عملية اعادة تصنيع من غير ايه من غير خسائر الستيل لما ينتج هو هو مش مش استخدامها ساعتين وبعد كده هبوز لا هو عملية تستخدام دي ممكن يعيش معاك الاف السنين اللي انت بنيته من الصلب ممكن يعيش احفاد 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 يعيشو فيه بيه عن طريق الايه الماجنتيك هنشوف بعد شوية دي كده تعتبر بتاعت الايه المنتج بتاعنا اللي جاي ده هيبقى فيديو بسيط عن كيفية صناعة او صناعة الصلب هنا زي ما احنا شايفين الماجنتيك دي ماجنتيك دي كرين الجزء دوت اكبرها عن مغناطيس الراجل اللي شغال فوق دوت هو اللي بيتحكم فيها يشغل امت المغناطيس وامت يفصله بياخد الخردة بعد ما تعملها عملية وتشال منها الترامب القبر تشال منها الحاجات دي يبتري يفصلها بمغناطيس هو تياخد من هنا يبتري ينقل في في الاسكراب باكت بتدي الاسكراب باكت دي تتحرك معك لحد المكان بتاع الايه الالكتريك اركفرنس تبتري تتنقل بكرين تانية هي ليه الالكتريك اركفرنس شايفين هنا عندنا واحد اتنين تلات الالكترود جنب التلاتة الالكترود دول فيه فتحات تانية ممكن تبقى موجودة في الفتحة التانية ديت اللي هي الفتحة الرابعة ان انت تقدر تضيف منها الايه الدي اي على سير يعني الدي اي بيبقى الشحن بتاعه عن طريق سير يبتري ييجي في الفتحة الرابعة لجنب التلاتة الالكترود نصب مية فانت كده وفرت طاقة زيادة احنا شايفين ها الاكترود بتترفع بعد ما ترفعت يبتدي ان انا اقدر افتح الايه الروف السقف بتاع الفرن لو احنا بصيني هنا شايفين جسم الفرن جوه النار باين اهي فيه باين الزجوه وفيه حراريات جوه عيس ان جسم الصلب الفرن ده من الصلب يستحمل ازاي الكلام ده تيجي هنا العربية بتاعت الخردة البوتاقة اللي كان فيها الخردة طوف يبتح من تحت نزد الخردة فين يقفل السقف تاني ينزد التلاتة ايه الالكترود وتبتدي عملية الميلتين بيبتدي الميلتينج ده عن طريق انه يعمل كوس كهرابي زي اللايتينج كده زي البر بين الثلاثة الكترود كوس الكهرابي ده الحرارة النجا عنده بتبتدي انها تعمل عملية ايه ميلتينج للستيم زي ما احنا شايفين ده يبتدي يسحب ايه يسحب الغازات هنا ده يبتدي يتخلص من الاتريب قبل انه تطلع اجام دي اللي بتري تتحكم في الفرن اللي احنا شايفين قدام نه هنا يبتدي يشحن كربون واكسجين عشان يزبط الايه يصبف ده زي ما احنا شايفين اللي قدام نا ده الخبس بيبتدي استلاج يبتدي ايه يتخلص منه بعد ما تخلص من استلاج وخد العينات بتاعته وتأكد ان بالجودة المطلوبة يبتدي يعمل عملية الصد الفرن اللي احنا شايفينه ده وقت حاجة اسمها عشان يتصب يتصد في الطندش دي الطندش دي لازم تكون سخنة الاول بعد ما بتدتي سخنها بتدي يحطها تحت الايه فرن الجهرباء يفتح من الجيت اللي تحت من الايه يفتح من الجيت اللي تحت يبتدي ايه يفضي اللي موجود ده اسمه السنتريك بوتوم تاب ده انه بيتيب جزء من الصب القديمة يبدل موجود جوه الايه جوه اللي ده بيبتدي دي في ايه بعد ما خلص من هنا الصبة ياخد الطندش دي وديها فين على اللادي الفرنس بحيث نوا يبتدي ينقضي الاجزاء التانية هنلاقي ده اتماسفير اللادي فرنس عبارة عن اتماسفير ده هنا حرارة ده هنا حرارة تمام بعد ما يعمل عملية هنا وياخد العينات المطلوبة هون نبتدي ياخد اللي تنضش اللي موجودة ديت الى العملية الايه او بالمستمر اللي ده اللي قبر بتدعها بيترفعها هات والله ده اللي هتتحرك معها شايفين هنلا ده بيضيف ايه بيضيف اه اللومينيوم مثلا تضيفها بالكرتونة بال بال الشول كده ايه هنا دي عملية يغير اللادل ها هو يبتري ايه يتصب شايفينها بيتحرك يزود ويزود بتاعة الايه عملية الصب القلب القلب هنا شكله عمو في الاول في حاجة اسمها هنشوفه دلوقتي بعد شوية ده شكل البلد يبتري يتضخ علي ايه مية ويبتري يتعمل في السكنف ويزبط بتاعة الاول البزايا بتاعتنا زي بيقول لكم حاجة اسمها اللي هو ده يخش الاول في اول عملية الصب ده اللي بياخد ما بين وما بين اللي احنا بتصبه بعد ما بيطلق يبتري يقطع عطع خلاص بقى معنا ده خلاص شغل مع ده طبعا بعد كده بيتطهر هنا ده المكنات بتاعة الصب دي شغالة ايه ده ما عندنا شايفين هو بيقطع هو شغال بيقطع البلد لينس وإحنا شغالين وهو شغال يبتري يقطع مصانع عندنا بتقطع تمانية اتناشر متر في مصانع تانية ممكن بيقطع تمانية متر على حسب طول الريهيتنج في النصف لبرحالة الدار فلا بعد ما بينتجوا بيوديه على سريط التبريد يبتري ايه يتبرد هنا بيوديه على منطقة الايه التبريد طول ده وثو ما تجريد ما احنا شايفينه بعد ما بينتجوا بيبتري تعمل له ايه عملية نقق لمرحلة الايه عملية الدرفالة ده احنا شايفينه هو بين البيلتس اللي انتجي ليه الريهيتنج فيرنس ده وظيفته ان هو يرفع درجة الحرارة ويعمل للايه للعود كله يرفع درجة الحرارة حد 1200 درجة طب بيضمن هنا ان كله بقى نفس الهوموجينيتي والنفس الحرارة 1200 بعد كده بيروح هنا على عملية اللي ايه درجة بالا اول المرحلة دي يشيل السكيل اللي يكون وبعد كده يعدي على الدرفيل او هنا هنلاقي بعد كده يستند هوريزونتل وبعد كده يستند هوريزونتل وبعد كده يستند بيحس ان هو يقلل السكينس بالطول والعرض يقلل السكينس من نحيا دي ومن نحيا دي من جنبين دي احنا شايفين هو بس بتاعه ابتداء ايه يالي يعني اذا الشيء بيبتد يطهر او يقطع القزل ايه في المقدمة ده انا عمريز الدرفيل دي بيفضل يعدي على الدرفالة دي بحيس ان هو الحاجة ما يوصل للايه كده اللي احنا محتاجينه ايه كان بقى عشرة ملي اتناشر ملي ايه هنا دي عملية هو عنده يبتد يشتغل خطس واحد واحد يبقى ايه اتنين ريبار مرة واحدة تمام اخر اتنين استاند بيبتد ان هو يعمل فيهم عملية الايه? طباعة والشرشرة اللي بتبقى على السيخ الحديد. بعد كده يتكلم ده بيروح على سيرة التبريد. يبتد يتبرد لحد ما يوصل للايه درجة الحرارة المطلوبة. دي بريكنج او عملية فرمالة بحيس ان هو يبتد يبطق ويودي ديت لمناطق اللي ايه يبريد. هنا ده هي تبتد يتروح على مكة القص. يبطق عليه الطول المطلوب للبيع. في مصر عندنا طول البيع حوالي اتناشر متر. هنا هو قطع هو اتناشر متر اللي هو محتاج. الباقي ده كله بيرجع تاني يتعمل له ايه? تسيح تاني في فرد وطرابط. هنا بيروح للباكاتجينج ستيشن بيبتدى الاول يعدي على بار كاونتر. يعدي الاطوال كام سيخ. يروح لمكة الروباط. يعمل عملية الربطة. اتربط خلاص. ده كده ايه? ناقص لعملية اللي بولينج. يتحط عليه اللي بولينج ويتباعة. كده احنا نقدر نكون وصلنا خدنا ايه? الريبار بتاعنا او حديث التسليح بتاعنا. الفلات او هو نفس الفكرة بس عملية الصب القالب الاولاني بدلا لو اتضمي بار على شكل اه اه بلت لو اتضمي بار على شكل سلاب. سبعين ملي. كل بتاعها. فاحنا بقى استخدمات الاستيل بتاعنا بيستخدم في ايه? بتوضح لنا استخدمات الاستيل. هنلاقي واحد وخمسين في المية. في البلدنج. حالي خمستاشر بينروح للميكانيكا الاكومنت. اتناشر في المية بيتعامل منه صناع السيارات. ثلاثة في المية. خمسة في المية او ترينز. حداشر في المية. وثلاثة في المية الايه? ده ستيل يوز في اه سنة الفين وثمانتاشر. كان الانتاج العالمي الف سبعمائة واثناشر مليون طني. يعني حوالي مليار طن. وسبعمائة. سبعمائة مليون. بنشكل. باي برودكت بقى استخدم في ايه? باي برودكت عندنا. انت ادخلت مثلا هنقول تن ستيل. تن ايرد. هيطلع لك اربعة وستين في المية ستيل. وثلاثة وثلاثين في المية باي برودكت. والثلاثة في المية ايه ويست. مش هيستخدم. والستيل خلاص احنا عرفتنا بيستخدم في ايه? بالنسبة للثلاثة وتراتيش في المية ده رقم كبير. باي برودكت. ده بيستخدم في اين? عندنا اكتر باي برودكت هو السلاج. ده بيستخدم في صناعة السمن. بيستخدم في صناعة الفرتليزر. بيستخدم في اسفلت. بيتعمل منه الاسفلت في شركات في مصر حاليا. بتاخد السلاج تعمل منه اسفلت موجودة. الحاجة التانية الدست. فالدست بتاع الالكتريك اركفرنس ده بيتاخد منه صناعة الزينك. وده برضك موجود موجود في المصانع. في مصر هنا بتاخد الايرن دست بتاع الالكتريك اركفرنس ياخده في صناعة الزينك. البروسس جاز ممكن ينتج منه كهرباء. الاثر باي برودكت زي مثلا الفرتليزر بلاستك فينت. دي ممكن ايه تطلع معينك. حد عنده سئلة او حاجة? اه بعزك اي ما شوند. اوضي لكم. بالنسبة الاوتوميتف. الاستيل اللي بنستخدمه فيها او الاستيل بتاعنا عادي? العربيات? اه. لا الاوتوميتف هي على جزئين. عندك جزء بتاع البادي اللي برا ده فده من الاستيل بتاعنا العادي خلص اللي هو اله اي اي ار سي اللي بينتج في مصانعنا. ده عادي. اما اللي عندك بقى الاسبيشيال بارتس فدية بتحتاج سبيشيال ستيل. عندك مسلا زي هاي سترينس اللي هو اللوي. ده ما بينتجش عندنا. او اخب بالك. الدوبليكس ستيل مسلا في بعض الاجزام المحرك. ده برضك ما بينتجش عندك. فدوت مش في المصانع التراداشن. ده ما المصانع اللي هي الاسبيشيال ستيل. ممكن تكون شركة اركو ستيل بتنتج بعض الانواع انا مش 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 عالد راية بيها انا. بس هو اه سوق الاوتوميتف ما فيش حد بيصنع يعني تقريبا كله بيجمع. صح كده? لا انت سوق الاوتوميتف ده انت بتجمع زي ما انت بتقولك. انت البادي بتاع العربية ده معمول من ايه? معمول الصلم. معمول من الاستيل. انا ده الاستيلاك الاستيل ده زي ما بقولك ده عالميا مش في مصر. الشرط ده جماعة عالميا. انا بكلمك في مليار طن. مش في مصر. طبعا بالنسبة للسوق المصري طيب مش مهم انت تقسيمات تختلف كتير. انت هيبقى عندك حوالي تمانين في المية منه اللي هو الريبارز. عشرين في المية منه اللي هو الهوترول دوكويلز او الفلات. ده مين اللي هيخش معنا في مصر? في الجزء بتاع الوايت جودز. التلاجات والسخنات والحاجات دي بتتصنع في مصر. عندك الجزء بتاع الاستوانات. بتاع زي مسلا استوانات الغاز. استوانات الكولور. دي بتتصنع في مصر. الحاجة الثالثة اللي بتتصنع في مصر من الملفلات الهر سي. اللي هو البراميل. براميل الصوج. دي بتتصنع في مصر براميل. ده بالنسبة للسوق المحلي يعني. ارجو ان انتم كونوا استمتعتوا بالبرزنتيشن وان انتم كونوا ايه استفدتم معنا.